بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان ما زلنا في يوم الحد بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نمشي في طريق السعادة وننتقل وإحنا مطمئنين على أن التوافق هو أفضل طريق للوصول إلى السعادة فالتوافق الزواجي هو البوابة الآمنة للوصول إلى الرضا الزواجي ومنه إلى السعادة الزوجية ولذلك إحنا دايماً بيبقى يوم الحد عندنا وإن كنا في يوم الحد بنتكلم عن بعض المعوقات اللي عندنا لكن بنتكلم عن المعوقات دي من مدخل إن إحنا تكون دي فرص عشان نكون أكثر توافقاً وأكثر وصولاً للسعادة وكأن المسألة مش مسألة إن إحنا لما يكون عندنا مشكلة عن نتكلم عنها يبقى إحنا في الحقيقة هنكون بعيدين عن السعادة هنكون قريبين من السعادة وإشان كده النهاردة هننتكلم عن حاجة بتقرق البيوت أنتم متعودين مني يوم الحد ده بنجيب الكلام اللي إحنا بنشوفه في جلسات الإرشاد الزواجي ولذلك بتجدوا إن الكلام اللي إحنا بنقوله يوم الحد وإن كان في بعض الأحيين بيوجع زي ما إحنا في مرات تكلمنا عن حاجات كتيرة ممكن الناس زي الغموض الزواجي وكان حلقة كانت الناس شايفين إن هي كانت مهمة جدا النهاردة هنتكلم كمان وكأننا بنكمل الكلام على مسألة الغموض الزواجي بنكمل الكلام على مسألة الغموض الزواجي في حاجة مهمة جدا فيه سؤال بنسأله هل فيه أسرار بين الزوجين طب هي إيه الأسرار تيه السؤال ده في الحقيقة بيخلي الناس في كتير من الأحيين تجاوب بإجابات ما لهاش علاقة بالتوافق الزواجي لكن ليه علاقة بالإحساس بفكرة الكرامة أو فكرة التجارب السلبية إحنا محتاجين نعرف إن كل واحد من الزوجين بيمتلك أسرار حتى لما بيدخل الزواج بيمتلك أسرار يعني إيه بيمتلك أسراره آه إحنا مش بنقول إن إحنا بندعو للناس الغموض وندعو للناس إن كل واحد يبقى في شق من البيت لكن إحنا بنقول قاعدة مهمة جدا جدا ما لا أسرار له لا التزانة ولا استقرار له يعني إيه الشخص اللي ماريه السر إيه اللي حاصل بيحصل دايما يحس إن هو متعري حتى ولو كان الكلام ده على زوجك حتى ولو كان الكلام ده على زوجتك فسرك دايما ملك الربك لإن هو اللي سترك ومش من حق أحد ما تستعجدوش على فكرة أنا بقول كده لازم تكملوا معايا المشوار إن أنتوا لو مشيتوا وأخدتوا اللقطة دي أنا عارف الناس كتيرة مشكلتهم مع بعض إن فيه رأى إن فيه واحد خايف من إن زوجته ما تكونش على قد السقة اللي بيدهاله وواحدة كمان خايفة إن زوجها ما يكونش على قد السقة اللي بينهم مع إني الله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن فبيمرسوا ممارسات فيها انتهاك للأسرار وانتهاك للخصوصية ومش من حق أحد يطلع على الأسرار فما تحاولش تقول أنا هفش الأسرار لي أنا هفش أسراري لشريك حياتي عشان يبقى بيننا شفافية وعشان يبقى حبيني أكتر على فكرة فيه ناس كتير عملوا الكلام ده وقفشوا أسرارهم فسورتهم بقت قبيحة في عين شريك حياتهم الحاجات اللي بينك وبين ربنا المعاصر اللي انت عملتها في السر ومحدش يعرفها غير مولاك ان انت كتبت او عملت كذا ده مش هيقربك من شريك حياتك فعشان كده حرام شرعا ان انت تكشف الأسرار اللي بينك وبين ربنا وسترها عليك وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده وقال ايه حضرة النبي من كشف من كشف والرسول اللي سم كل امتي معافة يقول حضرة النبي كل امتي معافة الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستراه الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات استره ربه ويصبحوا يكشفوا ستر الله عنه الحديث هنا مطلق الحديث هنا عام فيشمل اذا كان الكلام ده على من بين الزجين او على كل خلق الله طب ليه طيب لكن فيه اسرار بقى ليه كده لان في بعض الاحيين بيبقى جزء من مفهوم حب التملك ان انا املك الشخص ده بكل اسرار واحنا ما منحبش الحكاية تكون كده لكن فيه اسرار يجب ان شريك الحياة ويجب ان الزوج والزوج هيعرفها ودي بتكون الاسرار اللي لو ما تعرفتش ممكن تضر شريك الحياة زي الاصابة بامراض بتمنع من الحياة الزوجية او الاصابة بامراض ممكن تضر زي الامراض المعضية والمؤذية وعشان كده احنا مثلا عملنا التحليل ما قبل الزواج للامراض المتوطنة عشان دي اسرار ما ينفعش ما تتعرفش او ما ينفعش ان حد يكتم عن شريك الحياة سر ان هو عنده مرض نفسي خطير زي الاكتئاب الحاد الشديد ما ينفعش ما يقولوش الكلام ده وهو هتفتكر ان افشال الاسرار غير الاسرار اللي هي المضرة والمعدية ده ممكن يكون تمن الحب وكأنك بتقول لشريك حياتك انا خلاص اعديك اسراري واديني انت الحب ولازم نعرف ان البوحب الاسرار بيعمله الشخص لما يخلط ما بين مفهومين المفهوم الاولاني التنفيس او ما يسمى انا بسميها المقايضة الزواجية هتديك اسرار وتتيني حب او انا اخلط ما بين مفهومين انا هنفس ومحتاج للاحتواء وانا كمان عايز فطفضة فالمشاعر اللي بتحصل للانسان اسناء الفطفضة هي مشاعر نفسية مؤقتة فتقدر تفطفض بالمشاعر دي من غير الاسرار على فكرة مش لازم تقول الاسرار وده على فكرة ما بيبقاش اسمه غموض لكن غموض في شيء اضافي ان انت بتخبي حاجات عشان تبقى انسان محدش يقدر يوصل للحقيقة معاك لكن كتم الاسرار ده مش معناها ان الحقيقة مش ممكن اوصلها معاك لكن انت بتستر اللي ستر الله وحتى في الامور المادية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احترام الزمة المالية لما كان صلى الله عليه وسلم امينة على مال السيدة خديجة الكبرى عليا السلام وكان هو بينمه لها وذلك وده وتممكن نبصله كمان من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحلوا ماله مرئ مسلم إلا بيطيب نفس يعني مش من الحكمة ان كل واحد يبقى مثلا معاك بس ورد التليفون بتاعتاني ليه التليفون ده فيه اسرار فييجي انا عارف دلوقت ان فيه واحدة هيقول لي طب انا افضل ما ممكن يكون فيه حاجة افضل على العماية قبل ما تسأل السؤال ده ممكن نرجع خطوة بعد اذن حضرتك هو حضرتك كده مستأمن زوجتك على عرضك هو انت مش كده فتحت باب الشر على نفسك واحد يقول لي انا لازم اعرف الاسرار اللي بتتعلق بالاهل والاصدقاء ودائرة المعارف فيروح يعني يلاقي ما يلاقيش كلام بيمس العرض بس يلاقي كلام بيتتكلم هي بتفضفض مع مع اختها تلاقي بي فطفض مع اختها والفطفضة دي تتعلق بيه فتبقى اللي لا بقى مش فايتة كلمة قالتها في ساعة غضب ولا هي اصدقى اي حاجة وعشان كده كان مهم نتكلم عن مفهوم الخصوصية بين الزوجين فلكل طرف من اطراف الشريك العلاقة الزوجية عنده خصوصية تتعلق بيه وباهل وعلى فكرة وخصوصياتنا دي بتشمل خصوصياتنا ومشاكلنا مع اهلنا كل ده من خصوصيات اللي ممكن ما يحب الشريك الحياة انه يطلع شريكه عليها وعشان كده الاسرار مش بتتعلق بشخص واحد ده ممكن تتعلق باطراف كتيرة جدا 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 ولذلك في شوية حاجات احنا لازم نعملها عشان نقدر نتعامل مع قضية الخصوصية وذلك من ثمار الاحترام هو الحفاظ على الخصوصية والخصوصية دي بتوفر الامان الزواجي لكل من الطرفين فيحس انه هو مستقل عن الطرف الاخر وعلى فكرة احساس كل طرف انه هو مستقل عن الطرف الاخر ده مهم عشان يبقى كل واحد بيقدم قيمة اضافية في الجواز ويحس انه عنده مساحة امنة ويستطيع انه هو يبدع في حب حبيبه الحاجة التانية ان وجوده خصوصية بيزيد السقة الزواجية السقة هتزيد لما كل شريك من في الحياة يسيب لي شريك حياته مساحة شخصية ما يتدخلش فيها فيحرص على انه يكون جدير بهذه السقة الحاجة التالتة ان وجود الخصوصية بيحفظ الجواز من الاختناق الزواجي ظاهرة مهمة جدا لما شريك الحياة يحرص انه ما يعرفش كل التفاصيل فالزوجة او الزوج ما يحسوش بانهما مختنقين طب نعمل ايه بقى وموضع على فكرة وكمان الخصوصية هتمنع الدعاوة المبالغ فيها والاحتيال الزواجي الدعاوة المبالغ فيها للاستقلال الزواجي والاحتيال الزواجي على اني انا ببحث عن مساحة خصوصية فيحتالي الزوج على زوجته ويروح يكلم حد تاني وممكن كمان كمان الخصوصية تساعد على التركيز الزواجي على السعادة الزوجية واحترام شريك الحياة احنا بقى محتاجين نقول اجراءات بسرعة تساعدنا على ده اول حاجة فيه شوية ممنوعات بلاش نطلب كلمة السر للموبايل او حساب الفيسبوك او مواقع التواصل الخاصة بشريك الحياة دي اول حاجة تاني حاجة محدش يسأل عن تفاصيل المكالمات العاطفية الخاصة بشريك الحياة الا بغرض الاطمئنان لما يكون فيه حاجة تقلق وشها تقلب وشه تقلب ساعتها اسأل لكن غير كده انا مش محتاج ان انا اسأل لو هو فيه حاجة يجيه اقول لي ما حاولش اصنع من شريك الحياة كربون مني عدم كربانت انا بسميها عدم كربانت شريك الحياة شريك الحياة شخص كامل الاهلية وليه صفاته وليه ثقافته وده بيضيف في الحياة الزوجية وعشان كده ما نعملش الحياة دي طب ايه بقى اللي احنا المطلوبات عايزين كل واحد فينا يبقى مستشار لشريك حياة ويقدم له استشارات باعتباره صديق لا مراقب الحاجة التانية والمهمة ان الدعم اليوم لشريك الحياة بايه بقى باننا نشجعه واساعده وخاصة اساعده في المسار التعليمي والثقافي بتاهم والهويات اللي هو عنده وكمان احنا محتاجين حاجة كمان عشان نحافظ بيها على اسرارنا وعلى مسألة احنا نساعد شريك حياتنا على انه يحتفظ باسراره لو جاي يحكي لي حاجة وهو خايف ومتحرج انه يحكي لي اقول له انا مش محتاج انا محتاج بس ان انا اتطمن عليك طمنني بس عليك وانا مش محتاج ان انا اعرف اي حاجة ليه طيب لان في اوقات كتيرة بيطلق بط شريك الحياة بيبقى حاسس انه واجب عليه انه هو يعمل ايه واجب عليه انه هو يقول اسراره فبعض الاحيين ان انا اتطوع وقول لشريك الحياة ان انا ما عنديش تشوف ان انا اعرف اسراره ده بيساعده على انه هو يكون في حالة اهدأ وفي حالة اكثر اتزانا يا سادة الاسرار في الحقيقة ده نوع من انواع الحفاظ على الهوية ما نحاولش نهدد هوية بعض لان محاولتنا لتهديد هوية بعض ممكن يخلينا ببساطة ندخل في اوقات صعبة نعم اذا احنا لازم ببساطة وبهدوء نحافظ على كل واحد فينا على هوية الاخر عشان نقدر ببساطة نفضل دايما كل واحد فينا ليه امته في حياته الزوجية وربنا سبحانه وتعالى يجعل كل واحد فينا مدد للاخر اسرارنا لو حفظنا عليها بشكل متزن هيكون كل واحد فينا في امان وفي احترام وكمان في استقرار يا رب جعل بيودنا تاني من المستقرة فاصل ونلتقي بحضرتكم باسئلتكم بعد الفاصل عشان كمان نعيش في فضل الله ومدده واحنا منجاوب على اسئلتكم ولكن ده كله بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحة البننامج صفحة البننامج ولا تعسروا الصفحة اللي دايما بتبقى جسر من النور بيننا وبينكم ونسمع منها تعليقاتكم وشكرا على تواصلكم وشكرا كمان على دايما نصائحكم وكمان مشاركاتكم واسئلتكم اللي بتوصلين أنا هنقول بس شيء مهم جدا يا سادة الاسرار مش معنى ان حد بيخفي الاسرار عن حد ان هو مش بيستأمنه ايه وقت فكر كده هو مش بيخفي هو الاصل ان هو ما يكشفش الاسراره فهو عندما لا تذكر الزوجة اسرارها لزوجها هي في الحقيقة مش بتخونه فما يجيش يبتزاه الزوج ولا تبتزه الزوجة وتقوله انت لازم تحكيلي عن اسرارك وإيه اللي تبقى انت مش واثق فيه الكلام ده من الصحيح ده قانون من الصحيح لازم نشيله من حياتنا كلها حتى مع الاصدقاء حتى مع الاهل الواحد كل مكان كانوا يقولوا دايما الانسان العاقل هو الذي يموت وثلاثة اربع اسراره لا يعلم احد وعشان كده فيه اجراءات مهمة جدا جدا فينا عشان نتجنب مسألة افشاء الاسرار جزء منها ممنوعات يعني بنقول للزوجين لو سمحتوا محدش فيكم يطلب ولا مواقع التواصل الخاصة بشريك الحياة الحاجة التانية محدش يسأل التاني عن تفاصيل مكالمة خاصة بشريك الحياة الا اذا هو حس ان شريك الحياة ان المكالمة دي فيه حاجة تخوف وتقلق ساعتها يبقى اسرأ الحاجة التالتة ما يحاولش كل واحد فينا يخلي شريك حياته كربون منه خالص لان ده في الحقيقة مخالف للطبيعة لان كل واحد فينا ليه حياته وثقافته وكل الحاجات المطلوبات بقى اللي هي الحياة اللي احنا بنرجو انه موجودة ان كل واحد فينا يتحاول الى مستشار لشريك حياته ويقدمه الاستشارات باعتباره صديق مش مراقب مش قاعد بيتجسس عليه الحاجة التانية يعمله دعم يومي بيشجعه ويساعده في مسار التعليم والثقافي وكمان الهوايات وقلنا كمان يا حبازة لو ان كل واحد فينا يحفز شريك حياته انه يحفز على اسراره اذا وجده مش محتاج ان هو يعرف اسراره وتعالوا نبتدي مع حضراتكم بقى نسمع اول سؤال من الاستاذة هاجر من البحيرة استاذة هاجر ازاي حضرتك الاستاذ عمر نعم وفضلي والله الحمد لله انا بايزة حضرتك جيد والله الله يرضى عنك ويبرك فيك يا فرد لو سمحت انا لي فجأت سؤال مبدئيا اول سؤال انا مجاوزة بقى اجيبا خمس سنوات اسماعي بانوت عالدها ثلاثين اول ثلاثين من جاوزة كانت سايتين بعدها جيز ودخل مرحلة ادماء مرحلة ايه ادمان ادمان او فانا تعبينه جدا في حياتي الحد هو حاليا هو الحمد لله متعافي في حاول ادماء لكن انا مع انجز متعافي متعافي من كم سنة من سنتين ولا من سنة متعافي بقى له تقريبا من سنة تقريبا سنة طيب او فهو بيحاول يكنعني ان المرض هو ماشي على بنامج الاثناشر خط بتقريبا مصدرت بس مش بيتابق هو ماشي على اللي كان عارفه طيب لكن هو بيحاول يكنعني ان المرض هو لا تفاق منه ان يحاول اقبله بعيوه لا 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 يعني هو بيقولك ان الادمان ده مفيش تبطيل يعني الادمان ده يفضل معطل حياته هو بيقولك كده او لحد المو هيفضل بيحس نفس الاحاسيزين وهيفضل ان هو مقيم يقع بره واتنين انه غصبا عنه لانه ده مرأد طيب عادر والدتي بفضل معاها باتي من السرمانية لان انا بحس ان هو ما بتغير فبتفضل مع والدتك بفضل مع ماما اهلا تعبين مش لقي حد اكلمه طيب فبتفضل بتحكي ايه مثلا بحكي مثلا موقف حاصل ما بينه ما بينه حوار حاصل بيحاول يتنعني ان انا اللي غلط هو اللي طح وان انا اللي مش متفهمة طيب اول حاجة اول حاجة ايه حكم ان انت بتفضل مع والدتك في الظرف اللي انت فيه ده صح اه والسؤال التاني ايوه حضرتك يخص برضو نفس المقطة ان انا لو ما قدرت افتحمله لو لا ادر الله رجع تاني ولا حصل اي حاجة تاني انا نفسيا انا كنت بتعالج نفسيا فترة فانا اعصاري ما بقيتش قادرا اني اعنش اجوز فسؤالك ان انت لو ان كنت انفصلت هتكوني ظلمة ولا لا هكون ظلمة بس اكون متأكدة ان هو الامر ده تاني يعني همسي فلا فا طيب انا اجاوب على حضرتك انا اجاوب على حضرتك انا اجاوب حضرتك استاذ هاجر استاذ هاجر خليني بس نقول شوية قوانين وشوية مبادئ كده وشوية حقائق عن مسألة الاعتماد على المخدر الاعتماد على المخدر او المصطلح على تسميته بالادمان ده بيتعالج منه نعم ولكن هو يحتاج الى ارادة المتعافي يعني ولازم الشخص يعمله باردته ان الله ودوات اكتر حد ممكن نشوف فيه تفسير قوله تعالى تفسير قوله تعالى ان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بانفسه فهو لازم يتغير من جوه يعني لازم يتعود اذا كان هو اعتمادي لازم يتخلص من الاعتمادية اذا كان هو شخص دائم حاسس ان هو معنده ثقة بنفسه وبيحاول يهرب من مسئولياته لازم يخلص ده ولذلك في جزء في مسألة التعافي جزء يتعلق بالامتناع وجزء يتعلق بالمفاهيم فهو لازم يغير مفاهيمه انت شايف ان هو طيب ويستحق ان انت تتبع معه بس هو كمان لازم يكون جاد في قضية التعافي هو لما لازم يكون اردته ان هو يتجنب هذه الانتكاسة لو حصلت حصلت السؤال الاولاني بقى لما بتسأليني عن الفطفضة مع والدتك في فرق ما بين الفطفضة والاستشار بما انك انت بتقولي ان الحال لا يسمح ان انت تروح لمستشار تسألي عن الاشياء دي وان كنت انا بنصح حضرتك ان انت تذهبي الى سندوق مكافحة الادمان لان بيقدموا استشارات لبيئة المتعافي وده بتعيكون افضل من والدتك يعني انا بقول لحضرتك روحي في الاماكن اللي بتقدم دعم لأسرة المعتمد على المخدر المدمن افضل من انك انت تفتفضي مع والدتك ليه لان فتفضتك مع والدتك في الغالب عتكون فتفضة مع واحد مش عارف الحالة دي لان انت ما اشتوش حارة الادمان قبل كده لكن لما تفتفضي مع المتخصص او المستشار او الموجه ده بيقدي او او السايكاتريك هو ده بيقدي الى حاجة مهمة جدا وخاصة ان انت عندك تاريخ مرضي فانا شايف ان احنا يتجلى فينا قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انا مش شايف ان افضل قرار منك ان انت تفتفضي مع والدتك لكن افضل قرار ان انت تروحي للطبيب النفسي عندي حاجة في السؤال التاني انا بقول لحضرتك اذا وصفتي تاخدي زوج حضرتك وتروحي لطبيبك اللي انت كنت بتتعلجي عنده لو حصل ان هو قالك ان الحياة مش هتستقيم وان في خطر عليك لان في مرحلة من مراحل الادمان بيتحول المضمن الى خطر على نفسه وعلى غيره واذا كانت انت حالتك هتتدهور وتدخلي في مستويات من الحالة الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعه يبقى اذا انت لانت ساعتها مش بنت اصول ولا انت ساعتها لان في الحقيقة في امراض وفي حاجات مكلفة لكن احنا دايما نصحتنا مع اهل المعتمد على المخدر ان هم يصبروا يصبروا يعني ايه يصبروا لغاية ما يستهلكوا ويضيعوا ويقعوا في الهلكة وفي المرض لا يبقى احنا عندنا امرينه نحن نأمرك بالصبر ومحاولة المساعدة لكن اذا وصلنا فقال الطبيب ان انت خلاص مش هتستطيع تستحملي فانت خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعى يبقى اذا عندنا حكتين لازم نعملهم ونكون دقيقين فيها استاذ هاجر عايزة تكمل معنا تفضلي استاذ هاجر الكلام اللي قلتولك واضح اه واضح حضرت تفضلي انا في سؤال انا الفقرة الزياد انا بعاني وانا فيها مش طويلة صالح دخلت وسوات السطوام ليها علاقة بالموت انت بتعاني من ايه ايه اللي عندك ايه وسوات السطوام ليها علاقة بالموت اه اه وسوات في صامير يعني اه لدركة اني ما عنديش امل اني اكمل لبكرة حسنا انا ما عنديش حافظ اني انا انت عندك قلتلي ان انت عندك ابن عندك ابن طفل عنده ثلاث سنين مش عارف انت قلتلي ولد ولا بني عندي بنوتا بنوتا انت بتحسي بيها ولا لا بحسي بيها بمعنى بمعنى ان انت حسيس الامومة موجودة عندك والحياة دي كلها موجودة عندك اه طبعا معي قطرة خوف عليها حسنا اني وصل خطر الخوف عليها الى مستوى ان انت ما بتخليش حد يمسكها ايه المستوى اللي انت بتخاف عليه المستوى بالنسباني خيفة امور خيفة اتأذي فيها ربنا يسمحني بحس ان في مكم اقدر وحشة يا ما اقع فيها بحس ان انا عقلي وقلبي رفضلها دايما مرعوبة دايما خيفة خيفة امور سؤالك في الخصوص ده ايه يا استاذ هاجر ان انا متعرفة اقرب من اللي انا فيه انت انت لازم لازم تتابعي مع متخصص لان الوضع اللي انت فيه ده بوضع مش هقول خطأ مش هقول مش هخوفك وقولك خطأ لكن وضع بتاعك غير مناسب وانت عندك طفل لان دوت مع وجود الطفل هذا يتنامى ويتزايد فانت محتاجة ببساطة خالص ان انت تتبقى على نفسك قوله صلى الله عليه وسلم تداوى وعباد الله فلازم نروح لان احنا كده واضح ان احنا محتاجين ادوية عشان تقلل هذا الاجزايد دوتا لازم تقلل هذا الخوف وهذا القلق فانت لازم تروحي لحد متخصص عشان يساعدك لان واضح ان احنا بقى عندنا شوية حاجات محتاجين ادوية عشان التغير اللي حاصل في كيميا المخ فأعزونا ان احنا محتاجين وكده امو يوسف تتفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام فضل ونعمة الحمد لله انا مشكلتي معليش طويلة شوية بس انا اختصرة انا اختصرة يا امو يوسف ان شاء الله ان شاء الله انا متجوزة بقى لي سبعتاشر سنة وعندي ثلاث اولاد امو يوسف بقى لي فترة انا او دايما انا او يوسف الخلافات على طول وضرب وإهانة وغلصية وفي اهلي بتالفظ وحشة جدا امو فأنا دلوقتي يعني امو وفير كده اخر مرة كل سنة في رمضان لازم يغضبني ويمشيني من البيت امو 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 من البيت لانو بيضربني ضرب من درجة انو قسرلي سنتي مرة وكسرلي اصباعي وسحلني على الارض كذا مرة بتعوير وحاجات وحشة امو فأنا دلوقتي وجهت رمضان اللي هو اللي فات بهوت كان اهلي صعدوا وقتوا معاه كتير بقى ظلط فيهم وظلط كانون ده كله خيارني تصاريني ولا تصاري اهلك فرد مني انا اعطره ان ما نشكر فأهله ما نشكر فحد فقال لي انت اكتبت اهلك انا لما اجيلك انا هموتك انا هضربك انا وانا 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 انا بطراحة فين سؤالك فين سؤالك دلوقتي هو بيقول لي رمع لي يمين الصلاة في التليفون قال لي رسمي وانت طلق بالثلاثة كذا يا بنت كذا طيب وقال لي تحرمي علي زي امي اللي في الترى طيب انا دلوقتي انا مش قادر ان انا اكمل معايا هذا حرام ولا حلال والطلاق اللي هو رماذا يكون طلاق هو انا اتطلقت منه مرة قبل كده على ايض المسؤول هجاوبك يا ميوسف هجاوبك على السؤالين يعني تبتدي بالسؤال التاني السؤال التاني انت بتقولي لي هل الطلاق اللي قاله ده يقع ولا لا يقع شوفي معاكن كل اللي انت قلتي ده من الاهانة ومن الضرب ده يعني حاجة بتوجع قلبي وجع شنيع انا معرفش ايه الراجل اللي بنا ادم اللي شايف نفسه ان هو راجل اللي هو يضرب ست واكسلها سنتها يعني هي وداة رجولة دي هي وداة ادمية يعني يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصب النساء خيرة وما حدش يقول لي انت واقف مع حد ضد حد انا واقف مع حضرة النبي لازم الناس تفوق شوية اللي بيحصل ده بيدمر العسر كلها حضرتكم ما بتشوفوش انا بشوف الاولاد بيحصل لهم ايه وبشوف الولد نفسه وبيحصل حاجة اسمها ولا عايزه بالله العنف المتسلسل في الحياة الزوجية الولد بيشوف ابوه بيدرب امه فيروح يدرب زوجته فزوجته تقوله انت لو ضربتني الضرب عندي خط احمر فيطلقوا والممارسات العنيفة دي احد اهم اسباب ازدياد نسب الطلاق خاصة لما يجي يعمل الشاب مع زوجته اللي هي اتربت ببيئة معينة واتربت بثقافة تانية خالص ان الضرب دوة نوع من انواع الجرائم الكبرى وهو كذلك فاتقوا الله في انفسكم ومع ذلك انا مش هادر اقولك الطلاق ولا موقعش ليه لان صاحب الطلاق مش موجود فحضريك اتفضلي ببساطة انت وزوج حضريك التسلب 107 او التسلب 100 عشان مباشرة عشان نقدر نتحقق من نتحقق من هو ايه الطلاق ده وقع ولا لم يقع السؤال التاني هل حياتي دي كده نفعه وبقائي معه حرام الحقيقة ان العنف من احد اهم اسباب الخطورة بالذات العنف اللي من النوع ده احد اهم اسباب الخطورة اللي الجواز فيها بيبقى مهدد بدرجة كبيرة طيب وايه الحل الحل ببساطة خالص لازم نعرفه وعايز يقلع عن العنف ده ولا العنف ده جزء من تزهيئك مثلا عشان انت اللي تطلب الطلاق ولا العنف ده جزء من نوع من انواع الاضطراب النفسي ولا العنف ده شيء اترب عليه وهيفسد حياتك وحياة اولادك وده مش هينفع غير لما تشرفونا ونقدر نقعد مع بعض معكم انتو الاتنين عشان نقدر نحدد الكلام ده اذا كان انت الاوفق ليكي ان انت تستمري او ان الحياة بهذا التصور اللي الحياة العنفة دي مش هتقدر تستمري فيها لو مش هيكون ده المصدحتك ولا المصدحت اولادي وعلى فكرة الانسان لو كان متضرر فتطلق للضرر هو ليس آثما بس احنا لازم نتأكد على استحالة اصلاح زوج حضرتك من هذا الشكل العنيف الغير مقبول اللي هو يعد كبيرة وجريمة استاذ ايمان من اسكندرية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك شايف عاملين فضل ونعمة الحمد لله استاذ ذلك عادي بس سؤالين اتفضلي اول سؤال والدي ووالدتي بقى لهم 47 سنة من جوزين والحمد لله ربوني احسن تربية بنات واولاد واحسن تعليم دلوقتي يدخلين في فرحلة انهم في استحالة للعيش ما بينهم يعني على طول مسكين لبعض الخيناء على اكثر اسباب فاحنا مش عارفين استراحة مسلحة ما بينهم هاي بقى هو مسألة انهم داخلين على الطلاق ده ده تقدير حضراتكم ولا ده مطالب مثلا والدتك او او رغبت والدك لما احتناع تتطلق دلوقتي عادة معي عادي في الشقة بس على طول بقى دلهم خلفات كتيرة جدا فاحنا بالتالي يعني منكلم موالوحدها وانه وانه والدنا لوحده فمشافين لهم معهم ايه ثانيا برضو من عاوزين نعرف هالي الاخرة بتاعتهم حيب اجزاهم ايه يعني حسن العشرة اللي هم عملهم بعض دي في الاخرة تقلبت انها حسن عشرة ايه في الاخرة ده اول سؤال ده ده كده سؤال مرك اولي سؤال التاني يا استاذ ايمان استأذنك انا عندي بنوت تلتاشر سنة وبنوت دلوقتي يعني في سن اللي هي انيسة يعني فبحاول ارشدها في الكلام ونصايح دلوقتي ما بدين في المجتمع دليل مفتوح ما بين اصحاب بنات واولاد ارشدها ازاي اللي هي تمشي على الطريق الصح اجاوب على حضرتك وانت خاصة انت اصدك ازاي التعبير المصري اللطيف ازاي هي تحافظ على نفسها اه والتالي بقدم تسمع اي ادعاءات جديدة من الصحوبية ومن الصداقة حاضر ما انا ازاي تفهم من الدن ما بيقولش كده حاضر يا فن حاضر ده كلام مهم جدا جدا ومحتاج ان احنا نفرد له حلقة بذاتها كده نتكلم عن الكلام ده بس خليني اجاوب على حضرتك اول حاجة تقدير ان هم استحالة العشرة بينهم ده مش تقدير حضرتكم ده تقدير الخبر ولا حتى ممكن يكون تقديرهم هم بس انا عايز اقول لحضرتك ان في ظاهرة زادت او اسمها ظاهرة طلاق الكبار ليه طلاق الكبار لان في الحقيقة الناس ما بقتش عندها قدرة للتعامل مع مفردات الحياة الجديدة وهم الكبار بيسمعوا بيتفرجوا وبيشوفوا سوشال ميديا وبيقولهم حاجات وسقافة جديدة بتخليهم القيم اللي كانوا عايشين بيها بتتغير وبتقدر المرأة اللي كانت ما تقدرش تفكر ان هي ممكن تبعد عن زوجها ان هي خلاص كفاياها كده كفاياها المرار اللي هي شافته وتطلب الطلاق خلينا اقول ببساطة بس ان احنا لازم نقابلهم ليه طيب عشان نعرف ايه اللي خلاهم في الغالب في الفترة اللي هم فيها دي وفي السن اللي هم فيه ده واحنا عندنا 47 سنة جواز احنا احنا منتكلم على ناس اوشكوا يوصلوا الى سن منتصف الستينات اوصلنا للسبعين ايه اللي حاصر ان هم في بعض الاحيين بيبقى عندهم خوف اسمه وخوف التخلي ان هم الاتنين خايفين ان هم حد فيهم يتخلى عن التاني فبيقولك طب هو يتخلى عني لتمنى احنا نبتعد عن بعض عشان ما يحصل ليش وجع التخلي ده فعشان كده هم محتاجين نعرف ايه السبب اللي بيخليهم بينقرف بعض هو السبب بيبقى معروف ان كل واحد فيهم محتاج حنان التاني وعطف التاني ومستني ان التاني يدي له العطف دوت باعتباره ان هو بقى ناضج نضوك كافي ان هو يعرف هو امتى متضايق وامتى من فرحان فهو منتظر من التاني طريقة كده وكأن الاتنين محتاجين يسمعوا قولوا صلى الله عليه وسلم خيروهما الذي يبدأ بالسلام فاللي هيبدأ بالسلام واللي هيبدأ بالمسالمة واللي هيبدأ بمحاولة تصفية الاجواء وعارفين ان اللي هيبدأ فيهم مش هيبقى مهان لكن اللي هيبدأ فيهم هيكون ماشي على ما يرضي الرحمن وماشي على طريق سيد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وزيك انا بنصحهم كده مسألة بنت حضرتك حاولي تكلميها كتير على ان الله سبحانه تعالى كرم الانسان وان جسد الانسان جزء من تكريمه وان احنا العلاقات عندنا العلاقات مفيش شيء يمنع ان الناس تكون موجودة في مساحة واحدة بس كل مستوى من مستويات العلاقات وله حدوده له اسراره له طريقة التعامل معه ولابد ان احنا نفهم ان ما ينفعش في الحياة المعاصرة ان احنا نفقد الروابط اللي ربنا جعلها فالروابط المتعلقة بمساحة اسرتي ما ينفعش اخلطها ما بين اصدقائي وزملائي في الدراسة لا دي مساحة لها احكامها ولها رؤيتها المتعلقة بيقدي ايه احنا عندنا روابط واسعة جدا جدا مش موجودة مع الزملاء والاصدقاء فيبقى ده معناه ايه اني الانسان جزء انت تسأليها هل انت عندك خصوصية هتقولك اه فالخصوصية تقتضي اني يبقى الانسان مع بعض الناس في حدود للتعامل معهم كجزء من الخصوصية والهوية لان الانسان المتاح المباح للناس ممكن يستهلكوه ويستغلوه ويبقى دوة ليس تعامل رشيد ولا علاقة رشيدة فعلميها مفهومين مهمين مفهوم الكرامة واني جزء من مفهوم الكرامة الخصوصية والخصوصية تقتضي ان العلاقات ما تبقاش مفتوحة لكن العلاقات يبقى لها ضوابط ومعايير عشان تحقق الهدف منها لو عملنا كده انا بشارك باني احتمال كبير هي تقدر ما تخفيش هتفهم الكلام ده والكلام ده بيفهمه الاولاد الجيل زي كله بيفهم الكلام ده بيفهمه بشكل كويس فحاول تكلميها بهذا الكلام وان شاء الله هتفهمه وتستطيع ان هي تحافظ على نفسها وكمان لازم تكلميها ان فيه كثير من حيين بتبقى العلاقات في اول الحياة علاقات بتحتاج الى معارف وإلى خبرات ففي اول الحياة كل واحد فينا يستعين ويستشير في علاقاته عشان هو خبرته بتتكون شيئا فشيئا ده مش عدم ثقة ولكن الخبرات بتتكون شيئا فشيئا يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن شيء مهم جدا جدا كان متصل باخر سؤال اتسألنا النهاردة من الاستاذة ايمان السؤال الكلام اللي بتعلق بالخصوصية الاسرار يا سادة ليس لها سوء ممكن نبعها فيه ارجوكم ما تبعوش اسراركم حتى لو كان لشريك حياتكم عايزين تحبوا بعض الحب معناه الامان الحب معناه الاهتمام الحب معناه الاحترام الحب معناه التأدير وقد ينسف كل ده اباحة الاسرار اللي بتخلي سورة الشخص في عين شريك حياته سورة ممكن ما تكونش احسن حاجة حفظوا على اسراركم اللي ربنا سبحانه وتعالى ستركم فيها حفظوا على اسراركم اللي بتتعلق بحق اخرين زي الاسر حفظوا على اسراركم وابتعدوا عن التجسس والتحسس وكل واحد فينا لازم يحتمر من الإنسان ويعتبر ده جزء من خصوصيته يا رب اجعلنا دايما من أهل الاحترام والتأدير والمحبة والموادة واللطف والكرم مع شركاء حياتنا واجعل ده كله يا رب باب من أبواب مددك لبيوتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل بيوتنا في حصنك على الدوام في كل وقت وحيد اشتركوا في القناة